بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهداء يا سادة أي حد بيقترب من حضرة النبي صلى الله عليه وسلم اقترابه بيكون نور وبركة وحسن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لسيدنا وبكر ما بالك بثنين الله سالسهما فتعلمنا أن احنا لما نقرب من حضرة النبي نتنور وإحنا عايزين النهاردة نتقرب مع حضرة النبي ونتكلم عن أصل من أصول الدين مش بس من أصل من أصول الدين ده أصل من أصول الدين والحياة حديث من أحاديث رسول الله عليه وسلم بيجمع أصل من أصول هذا الدين وأصل من أصول هذه الحياة كأنه جسر ما بين الدين والحياة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يتخولن فيه بالنصيحة ويأرض لنا النصيحة في أبهى صورها وفي أجمل صورها وفي أحلى صورها الحديث هو حديث سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لنرزقكم كما يرزق الطير تغضوا خماصاً وتروحوا بطاناً الحديث ده ليه أنا قلت أنه حديث أصلي من أصول هذا الدين وأصلي من أصول هذه الحياة أو أنا بسمي هناك أحديث بسميها الجسر ما بين الدين والحياة التوكل التوكل جسر ما بين الدين والحياة ليه؟ لأن الوجه الأول من التوكل أن ترى الله سبحانه وتعالى يتولى جميع أمرك والوجه الثاني هو أن تأخذ بالأسباب معتمداً على ما جعله الله سبحانه وتعالى لك من مدد ولذلك التوكل ده التوكل حياة التوكل يدخلك في قولي تعالى قل إن صلاة ونسك ومحيايا ومماتي لله رب العالمين ولذلك التوكل مش كلمة بنقولها التوكل ده حياة والتوكل على الله عشان يبقى توكل يوصلك إلى الله والتوكل الجسري ده اللي هو التوكل الجسري ما بين الدين والحياة ما بين الله والعيش بنعمة مولاك عشان تبقى حاسس بده فالتوكل الحق مش كلمة التوكل الحق عيش فهو مش مجرد كلمة تقولها لما تخرج من بيتك تقول باسم الله وتتوكلته على الله لا ده التوكل الحق محل القلب ولذلك تعالوا نتأمل كلام سيدنا الحافظ بن رجب وبيقول التوكل هو صدقه صدقه إيه بقى؟ صدق اعتماد القلب على الله يبقى التوكل الحق هو إيه؟ ولذلك حضرت النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ لو توكلتم على الله حق توكله يبقى إحنا محتاجين حق التوكل حق التوكل يعني إيه؟ اللي هو بقى فيه صدق اعتماد القلب على الله ومعنى وشوف حتى المعنى دوات معنى راقي أوي لما حضرت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو توكلتم على الله حق توكله رزقكم كما يرزقوا الطير إيه اللي حاصل؟ شوف كده تاخدوا خماساً وتروحوا بطاناً يعني إيه؟ يعني هي بتروح وهي زمآنة جعانة وترجع وهي إيه؟ وهي شبعانة وكأن مجرد التوكل ده بيملى القلب بالنور والبركة وهنا نازم نفهم إن التوكل بيصحح وجهة الإنسان ويتوكل على الرحمن ويخرج من كل اتباعاً لخطوات الشيطان هو ده التوكل فالتوكل فيه اتباع والتوكل فيه أخذ بالأسباب والتوكل فيه استفتاح لأبواب عطايا الله سبحانه وتعالى ولذلك إحنا لو عايزين نتوكل حق التوكل عندنا خمس معاني لازم نعمل بيها أول حاجة من خمس معاني دولة إيه هي؟ الخروج من الحول والقوة ما ينفعش تبقى متوكل على الله وإنت حاسس بحولك وقوتك لكن إنت عشان تتوكل على الله حق التوكل عليك بخمس حاجات أول حاجة في الخمس حاجات دولة وماذا؟ هو الانسلاخ والانخروج من الحول والقوة تخرج من حولك وقوتك وده أول شيء لازم تعمله تخرج من حولك وقوتك الحاجة التانية من الحاجات الخمسة اللي أنت لابد أن أنت تعرفها وتعيش بيها بعد الخروج من الحول والقوة هو اليقين من مدد الله سبحانه وتعالى لازم تتيقن من مدد الله سبحانه وتعالى وإلا أنت مش عارف يعني إيه؟ توكل على الله سبحانه وتعالى بأول حاجة تنسلخ من حولك وقوتك ثاني حاجة تتيقن من مدد الله سبحانه وتعالى ثالث حاجة تأخذ بالأسباب ما ينفعش تكون متوكل على الله حق التوكل ولا تأخذ بالأسباب لأن ساعتها إذا لم تأخذ بالأسباب تكون مختبرا لله سبحانه وتعالى رابع حاجة أن أنت بعد ما تأخذ بالأسباب تعمل إيه؟ كل حكاة تقطع علاقتك بالنتيجة وتفتح بابا من حسن الظن بالله الله يبقى خلاص أنا مليش دعو بالنتيجة بس أنا حسن الظن بالله سبحانه وتعالى ثم ماذا؟ ثم تستمر في عملك إلى العمل التالي لكي تقول لله سبحانه وتعالى أنا ممسك بحبلك المتين وسأداوم في عملي في الخمس حاجات دول أنت تكون متوكل على الله حق توكله يا رب اجعلنا على الدوام من أهل التوكل ومن أهل حسن التوكل وجعلنا يا رب ممن يعيشون بحسن التوكل فيرون تدبيرك ونرون جمالك يا رب العالمين ونسألك يا ربنا أن تجعلنا دائما من أهل التوكل ومن أهل الإقبال عليك يا رب العالمين